اهلا وسلام بكم يا جميعا يا جديد حضرات معكم حكوم فادي النهاردة هناخد حلقة جديدة من كورس الادفانس بتاعنا اخدنا ثلاث حلقات سابقة اخدنا الهيستري وبالناركوبي معنا والمنمون كونكتينك تايم تمام بعد كده هناخده النهاردة في الادفانس الماستر برايس اكسبرت اللي هي الاف اكس دي اللي هي بمعنى صح ازاي يجيب للعميل ارخص سعر للتسكرة لوجهه بمعينه هو رايحة تمام يعني العميل يجي لنا انا عايز ارخص سعر مسلا من تاريخ كزا لتاريخ كزا اه يوم كزا فهعرف اجيبه ازاي للعميل تمام هنا الانتري بتاعي اللي هو الاف اكس دي يمكنك البحث عن الرحلات المتاحة والاسعار من الارخص الاغلى يعني لما اعمل الانتري ده باي ان كان هنشوف الانتري هات كلها الخاصة بيه تمام بيجيب لي الاسعار من الارخص للاغلى غض نظر انها ترانزيتها بغض نظر عن رحلة مباشرة عن رحلة ترانزيت عن رحلة طويلة رحلة كسيرة حسب ما انا هحط له الانتري او التفاصيل اللي بعد الانتري العادي هيجيب لي اللي انا عايزه من الارخص للاغلى طبعا بدون وجود حجز يعني مش لازم اعمل اخد مسلا افلا بلاتي وبعد كده الحاجز وبعد كده اعمل اف اكس ار او اف اكس بي بي احلى حسب بحاطة اسمها ولا مش حاطة لأ ده يدينا هنطول السعر المتاح وهنشوف ازاي ارخص سعر متاح على اي ارخص طيارة تمام ويمكنك معرفة اسعار حتى ست رحلات او ستة بما فيهم رحلة تنتوقف يعني انا ممكن اعرف اه لحد ست رحلات يعني بس نطرع من قاهرة باريس 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 المانيا المانيا مش عارف ستة قطعات بالشكل ده اقدر عامله تمام ستة وجهات يعني بمعنى صح من الى من الى طيب ايه بيه اللي ممكن نستفاد منه تاني ده تمام انا يمكنني من ادخال خيارات لوصف المصار بتاع الرحلة زي طيران معين كابل معين اهي اوتوماتيك بتيجي تمام ده بس لو اه بيزنس كده. اه طفل او قادل توردي عده كل وصف للمصار. عايز رحلة مباشرة. عايز اقلع بوقت معين. عايز الرحلة بس اللي هي الرحلات الرفاندابل بس. كده. اقدر اخلي من واحد لعشرين وصف. اقدر بعد بعمل العادي بتاعي اضيف عليه ايه? زي بعمل سلاش اي كي يو كابريت شارلي. تاريخ الوصول. اه عفوا من وقت الوصول ووقت الاقلع بالشكل ده. تمام? وبرضه يمكنك البحث عن الاسعار الارخص ايضا حتى داخل حجز تم عمله. يعني انا مش بس من غير الحجز. ممكن لو في حجزة عنده عايز اعرف فيه ارخص من الرحلة اللي انا وخدها دي. كطيران نفسه ممكن يدينا ارخص رحلات عليه. او طيران تاني ممكن يدينا سهر ارخص من اللي انا واخده. هيديني برضو اقدر عمله من داخل الحجز. طيب. هنا بقولك يتم عرض النتائج عبارة عن مجموعات للاسعار المتشابه. يعني انا خد من بريء من القاهرة البريس مثلا. بيدينا مصر للطهران مثلا عليها خمس مواعيد اربع مواعيد تاين كان ايه بس في نفس الكلاس موجود نفس السعر موجود على الرحلة بس رحلة بتروح الصبح وروحها بتروح بالليل. رحلة بتروح الصبح بس العودة بتاعتها مثلا المغرب. رحلة بتروح الظهر بس العودة بتاعتها الصبح. فالاسعار اللي شابها بعض دي بحطهمني في حاجة اسمها جروب. جروب فير وان جروب فير تو سري كده يعني اه سوري فير وان من جروب في الجروب بتاعه فيه تلاتة فيه اربعة كده يعني. تمام? طيب علشان اعرف اجل السائد للعامل لازم يتوفر عندش انه ودول هم اساسيين طبعا بس لازم ننبه عنهم او نقول لهم برضو عشان يكون عندنا فعلم. عزين الوجهة بتاعتنا ايه? اللي هو تاريخ الخط دي وتاريخ الرحلة بس مش اكتر. الزهاب بس زهاب وعودة. ومش لازم اي تفاصيل تانية. اي تفاصيل زيادة انا بحطها. لو مسلا لو العميل قلدي شوف لي رحلة مسلا من قاهرة. لدبي بس على مصل للطايران. بس على شوف لي على فلاي دبي. فلاي ده انا متروحش بالسكندرية بس بس ما رغل يكن. ايا كان بس ايه بحط بحدد طايران معين هحدد له. مسلا جل عايز اروح الصبح هحدد. تمام? اه بعد كده بضيف اللي انا عايزه طبعا ايه? لو مش لازم تكون متوفرة كل حاجة معين مسلا وطيران محدد لو لو وقته محدد اقلاق محدد ايا كان يعني انا حتى دي اضافية ايه كل هده اضافية على على الطبيعي يعني. طيب ايه الانتري بتاعي اللي انا بعمله الاف اكس دي اللي هو بعد الاف اكس دي ممكنك اختيار الرحلة طبعا اي الانتري التاني اللي هستخدمه اف اكس زت او اف اكس يو هنشوف استخدامهم ازاي? طيب الاف اكس دي او الانتريات او المدخلات بتاعة الاف اكس دي استخدامها ازاي? اول اول معلومة بنشوف انه اي سعر بيظهر بدون تحديد نوع المسافر بيظهر للكبير. تمام? يعني ما لو محددتش وصف للمسافر كطفلة او كردي اوتوماتيك بيظهر لي للأدل. طيب. نجي نعمل الانتري بتاعنا مثلا على سبيل المسال اف اكس دي. الانتري بيكون ازاي الاول. بعد كده طالع من فين الوجهة بتاعتي طالع منها. المطار اللي طالع منه. بعد كده دي اللي هو اختصار لكلمة ديت. اتوينتي وان جان اللي هو التاريخ نفسه واحد عشرين يناير. رايح لفين? رايح للندن. الانتري بيكون بالشكل ده. ده بيجيب لي عن اقل سعر زهاب فقط كويت لندن مسلا في الرحلات المتاحة سواء دايريكت او ترانزيت بس لزهاب فقط. تمام? طيب نعمل الانتري ده ونشرح عليه ايه هي الشاشة اللي هتطلع لنا. وبعد كده هنعرف كل التفاصيل عن الشاشة دي. وبعد كده ايه? هنكمل عليها. لحظة. هنحط بتاعنا. ده هو كويت. تمام? الانتري بتاع الاساسي. رايح من فين من كويت. سلاش ديت بعد كده تاريخ السفر واحد عشرين يناير. واصل لندن. ده زهاب فقط كده. تمام? هنضغط انتري. ايا كان زهاب فقط او زهاب وعودة شاشة بتظهر لي زي كده. رقم واحد رحلة الزهاب وممكن تكون رقم اتنين. لو زهاب وعودة تكون رقم اتنين تحت رحلة العودة. تمام? هنا ايه الانتري بتاعي بعد ما دخلته? هنا افكس دي. طبعا اي انتري بندخله ومعروف انه هو بيظهر لي تاني بعد الريزولت النتيجة اللي بتظهر لي في الشاشة عمتا. اتخذينا مساعدة عشان نشوف كل حاجة. هنا بيجيب لي تحت الوصف بتاع اللي انا عملته ده. بيقول لي ان انت الاختياء الانتري اللي انت حضيته ده. ظهر لك تسعة داشر جروب وخمسين ركومنديشنز. يعني اللي هي يعتبر زي تمام? آآ السعر بتاعي كزا كزا كزا. ايه معناه ايه بصفك ده كله? انه هو في عند تسعة داشر رحلة. تسعة داشر جروب مختلفة بأسعار مختلفة. فيهم رحلات كم رحلة? حوالي خمسين رحلة وقتل الرحلات اللي فيهم خمسين رحلة. ممكن جروب في تلات رحلات في جروب رحلتين في جروب خمس رحلات في جروب عشر رحلات ايا كان. تمام? هنا الاسعار بتاعتنا تبدأ من مية وربعتاشر وخمسة ومية وخمسين الى ميتين خمسة وخمسين وكسور. تمام? طبعا اللي يقصد به ده جروب كده. تمام? هنا اللي هو السعر الموصل به واحد رقم واحد. السعر ده يعني واحد من اتنين. تمام? يعني ده كده جروب وان? تمام? ده السعر واحد فيه. الرحلة دي رقم واحد بس بالسعر ده. لما افتح الجروب كده فيه اتنين بالنسبة لي. لما افتح الجروب من داخل هلاقي رحلة زي دي من جوه. طيب قبل ما ندخل ونشوف الرحلة التانية. نعرف ان الرحلة دي بنسبة تسعة وتسعين في المية بتكون افضل من اللي جوه كرحلة في جروب واحد. مش بتكلم على اللي باجي. طبعا دي اول واحدة بتكون ارخص واحدة. بس ممكن ما تكونش افضل للعميل. يعني دي ممكن مسلا لو خدتها مسلا افضل له مسلا لو فرج بسيط طبعا. يعني انا بدور للافضل للعميل فمش معنى انا دي اول واحدة ارخص اخدها له. ممكن الاقي مسلا لفتة هنزة تحت وممكن الاقي كويتية مسلا دايريكت مية وعشرين فرج خمس ست يانير بمية وثلاثين ولا يكن. فانا ادور برضو لما لاجي رحلة طبعا مع العمل وكلنا مع الخبرة شوية هنفهم هنفهم ايه اللي هو لا يعني السعر ده انا ادور على دايريكت ممكن تكون ابسط من كده. وهنفهم ان رحلة تطورة جدا مسلا بالنسبة لنا الترانزيت بيكون ارخص فيها وافضل مش لازم ادور على دايريكت بالشكل دايا. بس بابدائيا كاثنين من الجروب ده بتكون دي افضل فكترانزيت تمام عمتا انه السعر واحدة ادخل تلاقي السعر بس كترانزيت. يعني دي ممكن تلاقي الرحلة مسلا دي عشرة وربعين وحوالي ساعتنا ترانزيت مسلا تمام? الممكن تدخل الجوة تلاقي نفس السعر بس الطيارة بدلا ما اططير عشرة بالليلت اططير عشرة الصبح. واتطير برضو اتنين الفجر من ابو ظبي. بس يبقى رحلة بتاعها الترانزيت بتاعها طويل. فانت لما تدخل ممكن تلاقي برضو اختلاف لانه في تسعة سنوية المية تلاقي اختلاف في الرحلة لازم تلاقي. طالما جايب لك اتنين جروب مش مستحيل تلاقي نفس الرحلة دي من جوة هتلاقي رحلة مختلفة. ممكن تلاقي انه نفس الترانزيت او غريب منه مسلا دا لgarwe saعتين اتنين يبدأ ساعتين عشرة بس الاقلاع الصبح بدلا ما بالليل. مش شرط تلاقي نفس تفاصيل للرحلة دي مسلا. تمام? ايا كان مش هتلاقي لنسبة مية في المية انها الرحلة دي. يعني لو رجيت ممكن تلاقي رحلة الاقلاع من الكويت. تمام? بس يعني يعني الاقلاع من ابو زبي مختلف وقتها. اه سوريا نفسها. بس الاقلاع من هنا من الكويت مختلف. تمام? ممكن تلاقي الرحلة دي كلها مش موجودة اصلا� جوة مش لا زهاب ولا عودة موجودة فيها. يعني يا سوري لا زهاب من الكويت ولا من ابو ظامي موجودة. بس رحلة بيجيت الصبح. جزب نفس الموعيد اه مش موجودة خالص. انه اكيد كويت ابو ظامي هتكون نفس الفكرة. لانه على الاتحاد. هيكون نفس الروت من جوة يعني. طيب ايه اللي بيظهر لي هنا? بيظهر لي حية اسمه اللي هي بسينجر طيب. تمام? هنا هنا بتاع السعر نفسه. ده وعارفينه ده من اللي هو اللي هو الكود بتاع السعر بتاعي اللي انا بشوف عليه البنالتي بتاعتي. طيب هنا نجيب لي كلمة واحد واحد يعني شخص واحد تمام? برضو واحد شخص واحد كوتي دينار العملة تحتها العملة. طبعا هنه نوع تحته لو رديع كزا هزار لي. هنا مية اربعة اشهر دينار السعر بتاعي شامل التاكس. ما مش بتتحسي انه دي بدون تاكس. لأ كده السعر شامل. بس الضرائب بتاعته اهيل واحدها. تمام? تمام. كنا انا باخد بالسعر ده. يعني هنا ماليش دخل بيه. وهنا جيب لي توتل توتل الاشخاص بتاعتي لو لو عضلت وشالد مسلا يكتب لي اتنين. ولو برضو هيكتب لي اتنين او ممكن يكتب لي تلاتة بس كعدد سعر مش عدد شخص. بس ايا كان ان هو بيكتب لي عدد الاشخاص هنا اللي انا هعملهم الاخد لهم الافيكس دي دي. والعملة والتوتل بتاعها وبرضو هجيب لي توتل الضرائب هنا. واحد ثابت مبيتغيرش مع مع الكبير مع كله. طيب هنا رقم واحد اللي هي راحلة رقم واحد هنا كويت آآ سوري اتحات ده كل هتعامل مع عاملة الافيليبيلتي. ولاحظ انه دي كده زي الافيليبيلتي. فاكرين الافيليبيلتي لما كنا بنقول ايه ايه ووراها زيرو او واحد او او اتنين او ايا كان دي معنى دي الرحلات اللي عندي. لها مش مش ستوب ترانزيت ستوب اوفر. يعني انا لو جيت رحلة دي كويت ابو زابي وفي رقم واحد لازم اتأكد انه رقم واحد دي فين اول اشوف هلاجي فيه هيوقف العميل في مطار اللي هي ستوب اوفر. تمام? ساعة ساعتين نص ساعة فلازم اشوفوا المطار ده ايه? ده لون موجودة يعني اركز في دي برضو. كاني بعمل بالزبط. كل دي تفاصيل الافيليبيلتي. هنا الطيران هنا درجة الحجز هنا واحدة بشرين يناير التاريخ من الكويت ترمينال وان ابو زابي ترمينال اسري. اللي قلع الساعة عشرة ووصول كزا تاني يوم. ال اي زيرو. وده ليكون بتاع الوطراز الطيارة. هنا باجا بلاقي ايه? توتل الرحلة بتاعتي اللي هي دي. توتل الرحلة بتاعي كان احداشر ساعة وخمس دجاج. حلو? حلو الحد كده. طيب. ننزل لتحت الخيارات دي ايه? اف اكس وان تو سيلكت اف اكس زات تو بوك اف اكس يو تو بوك اند كارية تي اس تي. هعمل تي اس تي على طول. احنا مبدأين بتستخدم معظمنا ال اف اكس وان عشان نفتح الجروب ده. نشوف في ايه من جوة الرحلة التانية. وال اف اكس زات لو انا خلاص عايز الموعد ده اخده على طول عشان نحط عليه الاسم على طول بعد كده. هعمل اف اكس وان اف اكس اس وان. فازر اكس ريت شارلي وان. تمام? هنفتح الجروب بشوف فيه رحلتين. هو طبعا اهو وان اهو جايب لي وان اوف تو يعني سعر رقم واحد تمام? او الروت رقم واحد او رحلة رقم واحد من اتنين في الجروب واحد انا فتح كده الجروب واحد بس هنا اجيب لي اتنين اوف اتنين جروب واحد. طيب فتحنا عايزين نشوف التاني ايه الفرق بينه وبين الاولين خلاص احنا احفظنا رحلة دي مسلا خلاص. هنعمل موف داون ام دي او ام بس هتجيب لي موف داون طبعا تمام? لو بتلاحزوا نفس نفس الفكرة كم واحد عدد الاشخاص السعر كله حتى الواحد تمام? بس ايه الاختلاف باجه في السعر? هو نفس السعر نفسه نفس الدرجة موجودة. لو نلاحز هنلاقي اول الحاجة دي كوتشير. تمام? مع بغيران تاني. حل? ورقم الرحلة. ورقم الرحلة مختلف اصلا. تمام? بس نفس الموعد. نلاحز انه نفس الموعد مسلا. حلو اللي هو من فين? من ابو ظبي للندن. الساعة تنين خمسة وخمسين نفس رقم الرحلة اي تو. هنا اي واي سوري اي واي الفين. حلو? وهنا الاقلاع الساعة سبعة. هنا الاقلاع الساعة عشرة. يعني بصوا هنلاقي فيه اختلاف. لازم مية في المية نلاقي اختلاف. تمام? بس نسبة تسعين في المية انه ايما يوجد نفس الترانزيت بس اوجات مختلفة بدل الصمح بالليل العصر. دي اما بيكون ترانزيت اطور. بس لازم بيكون على نفس الطيران ما هيكون شراء نعم بس انت كده انا ما تصدر هتصدر على طيران الاتحاد معنا كده. بس ما علينا من كده. بس الفكرة انه انا ايه? ده جيت نفس الفكرة كويتة بزابط رنزيتة بزابط لندن آآ بعد كده. طيب في ايه تاني ممكن ارجع مسلا انا عايز السعر واحد على كده من من هنا هعمل اف كزات وان ده كده الداني الحاجزي بتاعي كاني واخده بالافيليبليت وصعرته. تمام? بس ايا كان كده انا معايا السيجمانت يعني انا خدت السيجمانت بغض النظر سيبكم مش هنتطول نقول افيليبليت وما افيليبليتيش بس ايه? نفس الفكرة انا كده خدته بس عارف سعره من قبل ما سعر. انا مش محتاجة سعر على كده. تمام? بس لو عندي رضيع مسلا نسيت احطه او طفلها هتها هتها سعر العضيع الرضيع او الطفل. تمام? مسلا رضيع لو عايز ده لو نسيت احطه او محطتهش او لو مش عايز احطه مسلا ايا كان. بس انا كده الفرج بينه ان انا كده اداني السعر جاهز انا عارف السعر من قبل ما ادخل وخيرت العميل. رحلة دي بكزا ورحلة دي بكزا عايز انا واحدة عايز رحلة فلان. لا الطيرة دي مش عايزها مسلا او ايا كان. طيب نعمل اجنور. ونعيد الانتري بتاعنا تاني. طبعا عشان نعيد الانتري زي ما احنا عارفيني. اما من دي دي اللي هي بتاعت سجل الانتريات اللي دخلتها كلها. واضغط عليها دابل كليك. اما كنترول وسهم الفوق. هيرجعني الانتريات اللي حطيتها. كنترول وسهم التحت هيرجعني للاخير. لكن دي انا كده هيرجعني من الاول للاخر كده. تمام? جات الانتريات دي. ايه فيه ممكن اخد بالي منه هنا انا. هنا ان هو اجيبلي تحت بعد دول. تمام? هنا واحد دي ممكن تكون دي ممكن تكون شو ممكن تكون ممكن تكون دي كان ما خدش بيها بس نهم انه فيها بنالتي بتتدفع جيبلي برضو انه فيها تمام? هنا الاهم عند ان هو جيب اللي هو بتاعي او اللي هي بتاعتي الاساسية او ايا ان كان بتسموه ما اعرفني دي هات تبقى تسعتاشر ديسمبر. انا النهاردة تسعتاشر ديسمبر. يعني انا لو خدت الحجز ده اخرب النهاردة. ما نفعش ان انا هخليه ليوم تاني. يعني لازم اعرف ان انا قبل ما اعمل الحجز. لو عامل سألني مبدئيا ممكن اعمل الحجز يقعد متى اقول له فاني بعدها هتليغي النهاردة ممكن ماخدشي ساعة زبق. من قبل ما احجز. طب لو حلو غيرنا التاريخ. كده خلاص كده فهمناها دي. تمام? كده تمام. هنا. مسلا غيرنا التاريخ خلناه مسلا. اه. ما انه واحد وعشرين تلاتين برضو مش مش جريبة يعني بعيدة برضو. بس ايا كان هنا هايزين نشوف اهو. هنا تلاتين يناير. معنا كده ان السعر ده موجود. موجود لحد تاريخ الاقلع مش مشكلة معايدة. الطيب بتاعي. مش بعد ما اعمل حاجزة وادخل التفاصيل. ولو اسم العميد هو رقم تليفونه وجفلت الحاجزة بتاعي. بيديني تمليمت. تمليمت ده تسعين في المية انه ده شابيه وبيطلع ليه في المية او ان هو ده تمليمت بتاع الفير السعر نفسه يجبط لحد امتى. تمام? زي كده. طيب. ايه تاني ممكن ناخده دي? ممكن نعمل بها رحلة ندور على رحلات او المباشرة او الترانزيت زي ما انا عايز. بس انا هنا هستخدم انا معظم استخدامي لو عايز رحلة مباشرة. بصوا. هنا هعمل نفس الانتري بس يعني دي رايح من فين وبعد كده سلاش ديت التاريخ وبعد كده آآ رايح لفين الوجهة بتاعتي تمام? سلاس سلاش هنا هستخدم دبل سلاش هنا للوصف بقى احنا بدأنا نوصف الحاجز. انا الاول كنت سايبه خالص اهو فاضي. الدين اللي اللي عندك. لكن انا دلوقتي عايز حاجة محددة. بحدد ايه اللي انا عايزه? سلاش سلاش اف ان اللي هي للبحث عن اقل سأر رحلات طبعا للرحلات ذهاب فقط كويت لندن رحلات بدون توقف. اللي بدون توقف اللي هي يا اخوانا زي ما احنا قلنا مفيش زيرو زيرو عليها دي عشان نبقى فيه فرج. مفيش واحد هنا يعني ان هي رحلات دايريكت. كويت عمان دايريكت مفيش في دبي ولا فيش في الدوحة ولا ايا كان. تمام? ودي كذلك اعمان دايريكت. مش شرط انها دايريكت مسلا كويت لندن سيدة اللي هي كويتية او او طيران واحد بس يا بدون توقف لأ. دي كده اللي هي رحلات اللي ايه? اللي ما فيهاش. يعني هنجرب ونشوف. دي الرحلات اللي ما فيهاش. ومنها بجيب طبعا هي يعني ببعنا كده بقول له هاتلي الافضل اصعار افضل للرحلات او اقل توقف خارس او ايا كان كان دايريكت ببعنا اصح. دي بستخدمها في الاتنين ايه نعم. بس استخدم دي الاساسية دي للرحلات مباشرة وعايز رحلة ما يكونش فيها زير وزير وما هو فيه رحلات مباشرة مسلا تكون فيها يعني مسلا انا من كويت لبانيلا احيانا ببانكوك سوري او ايا كان برضو او مانيلا. بيكون فيها مسلا في تايلاند. لو رايح مانيلا رايح بانكوك بيكون فيها في مانيلا بالشكل ده. بتكون احيانا حتى لو بس انا بستخدم ده برضو احيانا دايما علشان ما يجيب لي الرحلات يعني ما فيهاش اي اصلا لا ترانزيت ولا ولا الهواء كويت على اطول المكان اللي رايحه رايح من القهر على اطول ما فيش ما فيش مش هيوقف ديجي في اي مكان طيب الاف دي برضو بياخد بيحل محل الاف ان بس يفضل اف ان استخدمه دايما لانه هو افضل من الاف دي لانه الاف دي ممكن يجيب لي رحلات دايريكت بس فيها ممكن بالشرط يعني تمام هنا برضو مش نوع اي تيني ريفورم مش عارفة هنا نشوف اف دي يعني حتى مش راد يجيبها لي اللي هي رحلات المباشرة على دول تمام كده دب ليه مش راد يجيبها اف انه مفروض انه دي رحلات دايريكت يجي بيها دايريكت رحلات مباشرة شوفو يعني بعض المطارات مش شغلة عليها الاف ان الاف دي لأ برضو مش جاي خديني الاف دي فعشان كده يفضل دا شكله كل المطارات مش شغلاش مانو كانت شغلة مبارا احنا عملت تست عليها يعني جربتها في بعض الحالات برضو كانت شغالة يعني مش ااا ما هو الانتري في شوية حاجات برضو تمام كده احنا هنراجع ايه اما دي سالها نشوف اللي هو الانتري مش شغل على بعض الاماكن اا جون مسلا نوعي تيني رفانت فور ريكويست مع نوفي اي تيني موجودة تمام فدي يعتبر كده نلغيها من استعديمهاش اصلا كده دينا نوف لايت نوف لايت بس اللي هو موجودة يعني رحلات مباشرة موجودة فالن الاف ان افضل بتاعه. تمام? دي اعتبرها مش موجودة خالص. طيب الاف سي رحلتك الترانزيت بس كده. تمام? الاف سي. الاف سي. هنعمل كده مسلا نفس الانتري. اف سي. اللي هي رحلتك الترانزيت بس. انا عملت كايرو مسلا كايرو. بس بحاول هنجيب الانتري بكزا حاجة علشان يعني القاهرة عشرين نوفمبر اصلا في مسلا ممكن اجي مصر الطيران ارخص منها. لو عملت الانتري مغير ما حدد حاجة اهو فعلا مصر الطيران تلاتة وتلاتين دينار. طب لو عملت اف سي هجيب لي رحلات الترانزيت الاول. ولحظوا يا جماعة لما حط اي معين بجيب لي لحلات الارخص بالانتري باي وصف جلدي. يعني انا حطيت له ترانزيت. مش معنى كده انه ده ارخص سيو ارخص حاجة. لا. ده ارخص حاجة في الترانزيت مش في الرحلات عامة. طالما انا حددت حاجة. افهم انه اللي انا حددته ده هو ارخص شي فيه. في اللي انا حددته بعد اسلا بعد ما اخلص الوجهة بتاعته عمل افهم انه ده مش ارخص حاجة. ممكن ما يكونش ارخص حاجة. تمام? يعني انا مسلا عملت سلاش كابريت شارلي. هو مش هو هيجيب لي كده ارخص حاجة في البزنس. بس مش ارخص حاجة على مدار على طول الرحلات في الاكورمي والبزنس. لا كبزنس بس. ده انا على سبيل المسال. لكن لو عملت كده سبت الواحده هجيب لي ارخص حاجة اوتوماتيك. لو عملت مسلا الاف سلاش سلاش اف ان هجيب لي الارخص طيب اف سي اللي هي او الكونيكشن هتبقى رحلاته الترانزيت. فانك ازا كده جايب لي طبعا دي رقم واحد ده داخل جوه في اربع اسعار تاني اربع رحلات تاني. تلاتة غير دي يعني اربع رحلات في الجروب كله. تلاتة اللي بره دي واحدة اللي بره والتلاتة اللي جوه. النقطة برضه حابيت اوضحها قبل ان نكمل ان الانترهاد كتير كتير جدا اصلا الانترهاد بتاعته. تمام? بيزهب بس زهبوا عودة لما بقى حق سلاش سلاش بيجيب لي اللي هو ايه? الحاجة بتاعتي. بالنسبة للآآ 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 دي بلاش نستخدمها لوحدها بلاش نستخدمها لوحدها فالافضل. علشان كده حطينا الانتري ده. تمام? هجيب لي نون طب فلايت ان دايريكت فلايت. يعني انا ممكن احط خيارين مع بعض وبينهم كومة. و. يعني انا اف دي حقتها. و ان. يعني رحلات المباشرة والغير ورحلات آآ بدون توقف. الاتنين مع بعض. بس انا دراما حقيت سلاش سلاش بحط اللي شبيه بي. يعني انا ده مسلا عايز عايز آآ الرحلات بدون توقف ورحلات الترانزيت مسلا. بحط سي. وهي مش بحتاج دراما كده انا مش بحتاج احط لان انا اوتوماتيك هو بجيب لي رحلات الترانزيت بس على سبيل المسال مسلا. عايز رحلة مسلا آآ اللي هي بالكابنت شابل الفيرست والاكونومي بس او الفيرست والبزنيس بس. هحط كابنت شارلي كومة مسلا آآ فيرست. تمام? شوفوا بالرحلة الانتر ده جاب لي ايه? عشرين نوفمبر لندن. جاب هالب الاف ما عنده لو حقينا الاف دي الواحدة مش هتيجي. بس انا حط الاف انو الاف دي مع بعض يعني خلاص الاف ان اوتوماتيك هيجيب لي كل رحلات الاف دي خلاص من سجل ان شاء الله عنه مجبلة بس لا ربما يكون في رحلات انو الاف دي كده ما نستخدمهوش. دي رحلات معينة الاف دي. او غيزر حيات معينة وما يظهرش ما يظهرش الباقي. ده ما انا استخدم الاف ان الاف ان دايما هو اللي انا باستخدمه اصلا. تمام? طيب عايزة عايزة تاني مسلا من الحيز هنا عندي حيز اف اكس دي جون فازر كندي. تمام? من جون فازر لخمستاشر جون ميامي. بعد كده من ميامي ده جون فازر تاني تيزهاب وعودة كده. اي الوصف بتاعي ار روجر كوما دي سبلي روجر فازر. ايه معناها ان انا عايز رحلات بتاعتي في التاريخ ده وفي الوقت ده تكون رحلات مفرر. رحلات تكون رحلات مفرر. لانو العامل ده من بيس انا يقول لك مسترجعة دي. تقول له لا. ما مش مسترجعة مسلا. طيب استاني اشوف لك رحلات مسترجعة غيرها. انت مش هتقعد تدور. تقعد تزود في الكلاسات وتقعد تشوف الطيران ده. لا. اوتوماتيك بتجي لك دي دي الريفاندابول فير. طب ممكن الاقي اسعار ارخص من كده. اه طبعا انو دي دي ممكن ما تكونش ايه ارخص اسعار. لان ريفاندابول. لا لو ممكن انا ريفاندابول فيه ارخص منها ااكد الانتري برضه لو العامل اللي يجي لسعر زايد عليه. طب نشوف الرحلات العادية بتاعتنا اه. شوفوا خمسة وتسعين دينار. وممكن ما لاجيش ممكن لاجي برضو هي نفس دي. الدلتة الاولى دي. اللي هي مية خمسة واربعين ممكن لاجيها هي ارخص حاجة. وافضل حاجة ورفاندابول برضو. مش شرط. بس انا عشان حددت له. فخلاص انا شاكك من جوين وممكن يكون ارخص. ليه? لان انا حددت. وجلنا طبعا ما حددنا. اي وصف طبعا ما عملنا وحددنا بيظهر لي الحاجات الارخص الاغلى برضو. بس في الانتري اللي انت في الوصفة اللي انت حددته ده فقط. يعني انا حقيت له كابينت شارلي. هجيب لي في البزنس. تمام? حقيت له برضو زودت عليه او كده برضو. هيجيب لي في مع البزنس ورن رفاندابول. مش شكل ده. طبعا ما فيش عليها الرحلات دي. مش مش مهم يعني ما فيش. لو فيها هيجيبها لي طبعا ما مش معنى كده الانتري مش لا الانتري شاغالك وانا كابينت شارلي. بس في ده ده تسعين في المية ما فيش يعني مسلا لو قلنا دي. انا عازة لكم لسه هنشتغل فيه كمان لندن مسلا سلاش كابينت شارلي. هيشتغل معي هجيب لي. كده ارخص حاجة مصرية في البزنس او جايب هالي ترانزيت. ممكن يكون في دارك ترانزيت وما يجيبه ليش لانه مش ارخص. طب انا مسلا حقيت مسلا طيران معين مسلا. حقيت الام اس مسلا برضو. هجيدي الام اس طب ايه اللي اغلى من الام اس? لو شوف مسلا كده مسلا انا. انا بوريكو بس. الملكية ربعمل دينارة هي مسلا سلاش ايه روجر جورج. هجيب دي الملكية ربعملية تسعة ستين في البيزنس الرحلات بتاعت الملكية فقط كده هيجيبها لي. بالترتيب من الارخص. سوري من الارخص الاغلى. طيب اما ليه هنا الاول جيب له مصر طيران عشان انا ما حدت لهش اصلا طيران معين انا حدت له بس بزنس. طيب نرجع تاني انا بوريكو على سبيل المثال انه كل هتحط له هيفرج معك هي هيضيع عليك رحلات ارخص. مش هو هيضيع العميل عايز كده او انت بتدور بالشكل ده هيديك بس انت العميل مش مديك اختيار معين خلاص من غير اي اضافات. ما اضيفش حاجة خالص. ما عادة طبعا لو رضيعة او اضيف لدي لازم اضيفها له عشان ده افضل حاجة. تمام? ما عملنا مسلا لندن زي كده عملنا بتاعنا تاني. هجيب دي ايه? الارخص من كل ناحية. اللي هو كان في ايه هنا? معلش. اللي هنا جاب لي ايه? جاب لي مصر للطيران في الايكونومي بتاعها هي كانت ارخص. حلو? ننزل تحت. ننزل تحت بس هنلاقي طيران تاني. الهولندية الكلم. هنلاقي بالترتيب ورابعة. لكن لو حددت له انا ريال جوردينيان بس هجيب للارخص في ريال جوردينيان من اول رحلة الاخر رحلة بتاعتها. لانا حددت له طيران معين بالشكل. طيب في ايه تاني برضو? هنا برضو لو عايز نو هزهر للرحلات. احنا بناخد يعتبر شبه نفس الانتري عشان نشوف ايه الفرج بين ده وده يعني بقى هتراجعوا في الفيديو هتلاقوا الفرج بين ده وبين ده. ايه الفرج في الانتريهات دي كلها? تمام? هنا لما نفس الرحلة هون انا وخدها زهاب عودة مسلا. خدينا نقول كده مسلا. نفس الرحلة دي هي من غير ولا اي اضافات. نشوف النتيجة اللي هتزهر لي ايه? نتيجة اللي ظهرت لي خمسة وتسعين دونار دايريكت من جون فازر كيندي لميامي ميامي جون فازر كيندي طيب لما حط الانتري بتاعي ار ديسيبلي اه كومة ديسيبلي نانسي الفا بيتر. هنا جاب لي اللي معلهاش حاجات زي او ما فيهاش بناليتي كتير او غريا جدا طبعا فما جاتش يعني. كده لو اخد دي مسلا وعليها رسوم او رفاندا بالقوية ان كان. تمام فاشر ما فيها كتير وفيها قليط كتير كده هتكون عليه. فكده اخده الافضل حتى الاولى لو كانت من رفاندا بالحتى. تمام? ده هي اللي عارفين الادفانس برشيزة اخوانا مسلا. اللي هي مسلا ايه مسلا انا عايز اعمل الحيز اسيبه شهر مسلا جدام. لسه شهر احداشر دورة شهر ستة ولا بتاعي لسه طويل جدام. خلا باقي في وقت طويل. الادفانس برشيز ده اللي هو ما فيش يعني مش بيديني وقت محدد للهو مش بيلزمني وقت محدد مسلا او ما فيش فيش شروط على على الحيز مجرد معنو مش الشعر بمش السعر بس. تمام? او ما فيش شروط اصلا على السعر اللي غير بالرسوم وكله مجاني كله مجاني مسلا. فدي الادفانس برشيز مش لازم نعملها لانه كده كده هتلاقي كل ما تحط يعني كل ما تكون الادفانس برشيز الشروط بتاعتك اه بسيطة او ما فيش شروط اصلا عندك مسلا هتبقى هتبقى اه برسوم ميت دولار مسلا هتبقى او هتبقى خمسين بدا ما كانت مئة وخمسين هتبقى اه هتبقى مسلا سبعين او عشرين او ما فيش شروط خالص. ده كله بيزود في السعر معك. كل ما ستكون الشروط قليلة كل ما يكون السعر قليل. اه سور كل ما تكون السعر اعلى. بالعكس. لما يكون الشروط عندك بسيطة خالص كل ما يزيد معك السعر. طيب. هنا افكس دي كويت عشرين سلاش ديت عشرين نوفمبر لندن سلاش سلاش اي كيو كده. الزهاب فقط وحددت. الزهاب فقط زهاب عوضة. اللي بعد سلاش سلاش ده ياخونة من طلبك على زهاب فقط او هو عودة عادة ما فيش مشكلة لخالص. الوصف بتاع الفيديو بتاع بتاع فيديو ايه. الوصف بتاع الانتري اللي انا من دهوله. وصف الانتري انا عايز الانتري ده او الوجهة دي من تاريخ خزر تاريخ خزر ارخص سعر عليها للكوتية زي ما احنا عم كنا بنحدد من شوية الامريكية الطيران معين لتاريخ معين ووقت الصفر كده. وقت الوصول بالشكل ده. تمام? هنا هنعمل الانتري. سوري شوفوا بقى الانتري لما يكون غلط في حاجة غلط معاك بنبك. كزا كزا. الانتري بتاعك ده غلط كده اصلا. هناك ننجس الاف. نعمل تاني. هنا الداني الكوتية فقط. تمام? طبعا التفاصيل دي كلها اللي احنا قلناها شرحناها مش محتاجين نشرحها تاني. عشان خلاصة شرحت وكزا كزا. بيطبق على اي انتري بعمله في حياتي بعد هذه. طيب هنا لو ذهبوا عودة بس. وبدون تحديد اي حاجة عادي. بحط الانتري بتاعي رايح امتة وجاء امتة? الانتري بتاعي كويت اف اكس دي كويت سلاش ديت نعشر نوفمبر رايح لندن سلاش ديت تلاتين نوفمبر راجع الكويت تاني. دي ذهبوا عودة. هاديني برضو ذهبوا عودة. هدي رحلة رقم واحد وهدي رحلة رقم اتنين. زي ما قلنا برضو في نفس هنا واحد والرحلة بالترانزيت بتاعها وهنا اتنين الرحلة بالترانزيت بتاعها زي بالزبط وهنا بس يفرج او نفس برضو بتلاقي التوتل هنا بتاع رحلة ده كده بتاعك بس يفرج انه السعر من دهولك هنا مش محتاج تعمل طيب برضو كابرت شارلي نفس الانتري بس عايز على البيزنس برضو نفس الفكرة الاف اكس دي الاف نقصة تمام هيجيبولي على البيزنس ولكن مش شوفوا هنا هنا حددت طيران دي كانت ذهب بس هنا انا ما حددتش اي حاجة خالص طبعا زهاب وعودة هنا زهاب وعودة وحددت اللي هو البيزنس انا لو عايز احط طيب هنا لو عايز من زهاب مطار وعودة مطار تاني اعمل ايه هعمل بس بينهم اللي هيفرج نفس الانتري بتاعي انا انا رايح هي من كويت رايح تاريخ عشين نوفمبر لندن رايح لندن تاريخ عشرين المفروض اعمل ايه وبعد كده مسلا تاريخ تلاتين كويت لأ انا دلوقتي راجع من مطار تاني اي مطار راجع منه تاني او وزهاب على مطار وعودة من hotels في العودة من المطار التاني تمام هعمل المدينة اللي راجع منها هو خلاص هيرجع من مدينة تاني. المطار اللي انا راجع منه التاني العادي بعد كده بتاعي سيرة نوفمبر راجع لكويت. تعالا نجوب ونشوف مع بعض. هنا. هحط الانتر بتاعي. شايفين? هنا. طبعا احيانا ما بيجيب لكش نفس الطيران على فكرة في في حاجات بتيجو خدها جربها تلاقيها تقود معاك. يعني ممكن كنتجاب للكلم هنا مسلا. تمام? والعودة على الفرنش اوتوماتيك دايريكت مسلا لو في فرنش دايريكت. ممكن. ليه لا? عادي. يعني مسلا كويت رياض وبعد كده مسلا مدينة كويت. كويت رياض في دايريكت مسلا. بس مدينة كويت مفيش دايريكت في اليوم. ده بيدهار يذهب آآ على السعودية اي نعم والعودة على السعودية بس العودة تنازية مسلا يمشي الحال. طالما خد طالما خدتها ودك اوتوماتي. طالما ادك سعر عمتها نسبة تسعة تسعين في المية. السعر اللي بتاخده هنا دا بيكون اصلا تقدر تصدر عليه عادي. ممكن راح طيران وعود طيران تاني في نفس السيجمت مفيش مشتبه بزبطها مع نفسه. تمام? هنا هنلاقي وضح لرقم اتنين جاي من اللي هي هنا رايح امستردام اللي بعد كده لندن. هنا جاي امستردام بس ترانزيت في امستردام والراجع لكويل بس من مطار مش من مطار اه هيترو. حال? طيب ذهبوا عودل شخصين كبار. هنا نبدأ باقي نركز شوية عشان الانتراهات كل الانتراهات اللي جاية دي مهمة جدا 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 جدا. طيب اولا ايه فايدة ان انا بحط عدد الاشخاص مسلا يعني مسلا انا حقيت شخصين مسلا كبار. ايه الالف ليه بحطهم? بحطهم دلوقتي يعني لو نحنا هنبدأ في حتة انا احنا ايه بالاشخاص بالادلت بنحدد الشخص دلوقتي. هنشوف مسلا على سبيل المثال انا خدت الانترا ده نفسه هو هو رايح بس عايش شخصين كبار. في الحالة دي ان انا بحدد الانتراهات جلنا بيدين للادلت. طيب لو عايزي اتنين قادلت خمسة او اتنين انا كانين تلاتة اربعة خمسة مسلا. بحط عدد الاشخاص هنا. كده اتنين بس دولة اتنين. عايزو حق خمسة ستة سبعة تمانية. فانا نقول تمانية مسلا. هديني معي لحد تسع اشخاص اقدر اشوف بيهم زي لها في البلد اللي ما باخد تسع اماكن. طب ليه ايه فاديت ان انا بحط ده. ليه بقى لازم احط رقم اسأل العميل كم شخص لان انا ممكن احط واحد ما لاجيش غير مكان واحد. طب هو عايز اتنين. ممكن ما لاجولوش مكانين مسلا. ممكن ما لاجولوش مكانين على الرحلة دي. فاذا انا لازم احط عدد الاشخاص. تمام? طيب حقينا عدد عدد اشخاص مسلا. خلينا حق اتنين برضو عشان يبقى حسابها بسيط في 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 التوتل عشان ما يبقاش تهنى من بعض. تمام? خلينا حقية اتنين. ايه اللي اتغير? ايه اللي اتغير? هو نفس الفكرة. اهو انا انا حقيت واحد زي انا واحد اهو. تمام? مية تسارب عندنا ورحلة بتاعتي. طب ايه اللي اتغير? ما اتغيرش حاجة هنا. نفس تسعين في المية او تسعين في المية انا ممكن يكون اتغيرت الرحلة ممكن نفس برضو ممكن يكون الرحلة دي مش موجود انت لحقيت اتنين هنا وواحد هنا واحد موجود ايه نعم ممكن تحق اتنين كله ده موجود معدل رحلة دي. بس يغير الترانزيت او العودة ممكن نفسها مستردأ نفس الكلم برضو ترانزيت عليها بس ممكن يروح كل رحلات بتغيرها بتاعتك. فايا كان انت حق العدد الاشخاص عشان تاخد السعر اللي هو تقرف انه ده المتاح للسعر ده للاشخاص العدد الاشخاص اللي حدقتهم مش تحق دي واحد مسلا في الاخر العمي يقول لك ده ده العائز خمسة. تيجي تحط خمسة ما تلاقيش متاحة لنفس السعر ورط نفسك مع العمي. ليه وازاي تقعد تشرح وتعيده واماكن قبل ليه? حط الخمس اشخاص. بعد كده انت ادور بقى بعد ما تحط عدد الاشخاص ده نصيحة صغيرة بس. ان انا ممكن مسلا عقدت خمسة. تمام? بس في سعرين يعني مسلا لما حط لخمسة مدر المية وخمسين دي مسلا تقريبا مية وخمسين دي كده. تمام? ممكن يزهر لي مية وتمانين. بس هو عايز خمسة انا هتدي له سعر الخمسة. انا على جنب اروح افتح شاشة تاني واخد الشخصين اللي بروحهم اشوف هيأكد معي او هياخد المكانين معايا المية وخمسين اجله ولا لا? وابلغ العمي والله او اضرب له انا التوتل مية ومية وتمانين في الخمسة او في التلاتة ومية وخمسين في الاتنين على بعض واكسم المجموع بتاعهم ده اضرط كلهم. اقسم المجموع على بعض اقول له سعر العميل هيطلع كزا. واحد ازت نين بروحهم ودولة بروحهم بجناية في سعر كويس ده اعمل برضو. بدل ما اديده الخمس اشخاص كلهم غاليين. بس عمتنا لما يكون عندي خمس اشخاص ست اشخاص يفضل احطهم. لان انا هورط نفسه لانا حقيت بس شخصين وفي الاخر العميل جال لي عايز خمسة. حقيت واحده جال لي عايز خمسة ورد. عايز اربعة. ده بلو السعر ده نفسه مية تسعة يعني هجيب لك الجروب ده نفس السعر. بس ممكن انا فيه مكان واحد بس متوفر بالسعر اللي اجل منه. لو حقيت شخص واحد مش هعرف اجيب للتسعة نفس السعر. فايا كان لازم احط عدد الاشخاص برضو فايدة ليا. تمام? من كل ناحية. يعني بالذات لما يكون في عدد ورديع بحطه من كل ناحية. هنقول له فايدة ورديع ايه بس ده عمتا فايدة ان انا حط عدد الاشخاص. وهنا برضو هنلاقي. خمسة كذا كذا كذا. اه هنا السعر بتاعهم طبعا تسيب بصوا التاكس دي ما تبصوش عليها. خالص نهائي سيبكم منها خالص. احنا خلينا نركز انه ده السعر. التاكس دي ملهاش دخل معنا دي مجرد بس مش اكتر. ولا يفرج معنا في حاجة. اصلا ده كله بس مجرد تفاصيل بيدها لك عشان تعرف الحاجز بتاعك مش ازاي. انا اللي همن منه ان انا دي لو عجبتني سعرها اه هبص على التنزيل بتاعها شايفه كويس اه والله في ساعة او ساعتين كذا كذا في تلات ساعات دي حلوة سعرها ارخص دي ارخص واحدة خلاص. ما عجبتنيش هنزل للي تحت اناول جيت التنزيل مسلا الخمسلاشر ساعة هنا. زهاب او عودالة خلاص مش مهم السعر ادور على غيرها فرق بسيط مسلا بس التنزيل افضل. تمام مع انه غيرها اصلا ممكن يكون تنزيل اطول بس انت بتدور في الال وفي الاخر بتدور على ارخص حاجة وبتشوف الرحلة مناسبة امش مناسبة قبل ما تديها العامل. طيب هنا قلنا هنا ايه دي تي دا ادل هنا التوتل قلنا التوتل على ده الاشخاص برضو خمس اشخاص. تمام بتاعهم هنا جيبوا لي سبعمية خمسة واربين دونار. يعني ده كلمة التوتل دي تشمل سعر سواء خمسة ستة سبعة واحد اتنين تلاتة خمسة لازم يجي لي التوتل تحت كده بتاعة التوتل بتاع الاشخاص انه انا حضيتها. شايلد واحد ارشائلد واحد انفت واحد رضي اه واحد ادل هجيب لي بتاعة ويمكنه هنا تمام? كده هنا برضو هنااخد زهاب عوضة الشخصين واحد كبير واحد طفل هنا اف اكس دي تو سلاش ديت كويت هنا تو والن دي دي هي عدد الاشخاص بتاعة الادل كده احنا هناخد شخصين كبار تمام اه سوريا واحد اه هناخد شخصين كده. واحد كبير وطفل. حلو. هنا هناخد عدد الاشخاص بتاعنا اتنين. تمام? توتل الاشخاص بتاعتنا. هنا طبعا عشان الطفل ليه برضو ما كان. هنا الرحلة بتاعتها عشرين نوفمبر كويت لندن. راح لندن. جاي تلاتين نوفمبر من لندن للكويت. طبعا سلاش سلاش. هنا بقى تبدأ ايه? الفكرة. هنا سلاش سلاش يعني اللي هو للأدلت. انا عقدت شخصين. فعلا لو شخصين وشلت دول زي هنا. خلاص هيدين للأدلت. طب انا عايز احدد واحد ادلت واحد انفنت. اه واحد عفوا اه تشايلد. هعمل هنا سلاش سلاش باكس دي راجعة للأدلت. تمام? عشان هحدده انه في من الاتنين دل واحد بقى اه ادلت. سلاش وان سلاش ار سي دي اه اه سلاش ار سي اتش دي. يعني كده واحد كبير واحد طفل. حلو? هنا. هحط الانتري انا بقى بس لسه عشان اوفر في الكتابة لانه لوقت الفيديو طويل. هنا هيديني السعر بتاعي. وان سي اتش دي. وان تسعة او تسعين في المية هتلاقي دايما او مية في المية هتلاقي دايما للسي اتش دي الطفل الاول. تمام? سي اتش اختصار للطفل. سي اتش دي اه سوري اي دي تي اختصار للأدلت. وجيب للتوتر برضو بتاعي اتنين هنا. طيب عايز واحد رضيع واحد كبير برضو هعمل سلاش نفس الفكرة. سزهب بس زهب وعودة هاخد الانتري بعد دبل سلاش هنا هاخد واحد رضيع هنا باكس سلاش وان يعني واحد كبير سلاش انفنت سلاش وان يعني معايا رضيع. طبعا الرضيع من غير مكان ملوش كرسي فلزلك انا محططش رقم اتنين هنا. بس انا هجيب لي توتر السعر لمسافرين واحد انفنت واحد ادلت. هنا جبهولي هنا ادلت سعره كام? الانفنت سعره كام? وهنا التوتر بتاع رحلة. طيب انا عايز اجرب حاجة بس اشيد الانفنت خالص واشيد الانتريد ده كله خلص واعمل خمسة وتسعين مصد الطيران. تمام? وهنا دي تمانين وتسعين. حلو. ده اللي انا عايز اجوره لكم. هنا مسلا انه انا ما حقتش انا بالنسبة لي كده حقت واحد ادلت. والانفنت قلت ملوش مكان ما حطوش. لا لازم حطوه ليه? لان انا دني سعر الرحلة دي خمسة وتسعين دينار. طب لما اخدها الرحلة دي وصعر انا كده انا المضطر اخد دي وصعر الرديع بروحه من جوه لوحده. هعمل اف اكس اكس سلاش ار اي ان اف او اي ان بس. تمام? كده انا عاز اعرف سعر الرديع لوحده وسعر. هنا يعني لو انا ما حقتش ولا تشايل جيب لي انه خمسة وتسعين دينار سعر مصد طيران ارخص رحلة حلو. طيب لما حقت الانفنت هنا جيب لي ايه? جيب لي انه ارخص توتل الرحلة كام? ام جيب للهولندية سوري? تمام? مع انها تمانية وتسعين اغلى من مصر للطيران. تمام? بس جيب لي الرديع بتاعها ستة. توتل بتاع مية واربعة. انا لو حسب دي مصر للطيران تسعتاشر وخمسة وتسعين نقول لعشرين وخمسة وتسعين مية وخمستاشر. يبقى ازا انا لازم احدد له كده طلعت اكتر من الهولندية صح? كده طلعت اكتر من الهولندية. حلو. فلازم احدد ليه? لانه سعر الرديع من طيران لطيران بيفرج. سعر من طيران لطيران بيفرج. انا طبيعي بيجيب لي للقدل. هعمل دي من غير محدد هجيب لي للقدل. طب انا اخده بعد كده اصعر الطفل وصعر الرديع. لا. انا لازم احق الرديع والطفل الاول لو عندي رديع والطفل في الموضوع. علشان ده بيحدد لي ايه? بيحدد لي الاسعار الارخص من كل ناحية. لو الطفل بمية دينار في مصر الطيران بيكون خمسين دينار على الكلم. مع انه الادلت اصلا اصلا ارخص في مصر الطيران. بس لا نيجي على على الراضية. على على بتاع السعر ايه? لان هو الاف دي بيجيب لي توتل السعر لتوتل الاشخاص اللي انا حاططها. اينا اعمل احيانا ما بتزبوتش معاك. تمام? بس في حالة ان هو اديك او حقيقة تشيله هيزبط معاك وهنشوف ممكن السعودية هيعمل معانا كده فيها. بس للاسف انه لازم تحط الامفنت معاك. لازم تحط معاك. لازم تحط توتل الباسينجر. انا عندي سبع اشخاص. تمام? منهم واحد انفنت. يلا خيرا نقول سبع اشخاص منهم واحد انفنت. تمام? ممكن سبع اماكن مفيش. حلو? الدني دلوقت ماصل الطيران لانه الهولندية تقريبا مش هيبان عليها. اللي هو السبعة اخرهم اربعة اشخاص على ما اعتقد. نقطة تانية دي برضو اخوان اه. شوفوا برضو هنا نقطة تانية. مش شرط اه انه ما يكونش الكلاس متاح برضو في الطيران معين لا. يعني انا لو عملت في البيت عايز اتاكد من حاجة بس معاكم. عشرين نوفمبر اي ام اس. قبل ما اشوف في الانتريد ده بس اخوانا عايز اقول لكم انه لازم لازم تحدد عضل الاشخاص انت هو بتعمل دي. تمام? حتى لو ستة كبار سبعة كبار خمسة اتنين بس لازم تحدد عضل الاشخاص. فيهم فيهم لازم تحدده. دي معلومة لازم لازم تاخد بالك منها. لأ لندن. بس فيها اهو. اه شوفوا. هنا تنقو ليما. تنقو تنقو متاحة وردو. متاحة. اللي كنت عايز اقول لكم. ممكن احط اكتر من خمس اشخاص او ست اشخاص مسلا ما يجيب ليش الاتحاب تاعتي. هنا جاب لي ايه? جاب لي فرجت في التوتل معي برضو. شوفوا يعني اعتبر تمانية وتسعين وستة ومئتين كزا. تمام? هنا اه فين الكلمة? تمانية وتسعين ستة ومئتين. هنا خمسة وتسعين ومية. حل? هنا لما حقيت عدد اشخاص اكبر. تمام? جاب لي فرج فيها. مع انه هنا مفروض تكون برضو دي ارخص. بس انا زودت عدد الادلت. حل? وطلع سعر المصر الطيران ارخص. لانه بالفعل هنا ارخص. بس انا زودت عدد الادلت هنا خمسة. الظنارين والثلاث دانير زادوا مع السعر بتاع الادلت. فاذا الفرج تسعة داشت دانير ده هتعود في الادلت. يعني قصة حسيبية كده المهم عشان كده لازم احط عدد العشخاص اللي انا عايزهم. تمام? خاصة اللي واحد وراضية مسلا. كده هيكون افضل ان انا نحط. لانا ممكن نجي لارخص طيران في راجل. شوفوا التوتل مية واربعة من مصر الطيران كام? مية وربعتاشر عشرة دانير. تمام? فرج برضو مش 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 وحش. تمام? بس اللي كنت عايز اوضع حلقه ايه? انه احيانا ما بيظهرش لما تحط طيران معين ليه? هنا دي مسلا مسلا. هنا لو نفتكر انه في طيران معينة انا مش مفيش حاجة حضرة في دماغ دلوقت عشان اعمل عليها بس اللي هو دبي ممكن. تمام? او ناس مسلا هنا بيكون آه سبع اماكن مسلا هنا. حلو? هنا بتاعها سبع لحد سبع اماكن بس. فاكرين دي احنا كنا بنقول عليها انه اخره كده ما اقدرش او ممكن لو خدت مسلا سلسيت ايت آآ يانكي وان ممكن يجبل معايا حلو? ممكن يجبل. بس في الاف اكس دي تمام? جبل معايا. في الاف اكس دي لو الطيران هنا اخره يظهر لي سبع اماكن بس مش تسعة زي باج الطيران مش هيجيب لي مش هيجيب لي مش هيزهر لي. يعني انا عملت اف اكس دي تمانية سلاش دي ممكن تسعة تسعين في المية حين ما بيظهروش عشان لو ما ظهروش على الطيران اللي انت عايزه تروح تعمل تشوف اخر سيت تقدر تشوف عليه كام? سبعة تمانية تسعة اربعة تمام? ما هي سبعة يا تسعة يا اربعة ما فيش غير كده تاني في السيستم. تمام عشرين آآ جان دي اكس بي دبي. احنا اختصارا للوقت بس اخواننا بنعمل على وجهة على زهاب بس بس هو زهاب زهاب عودة زي ما انت عايز. شوفوا ما اجاب ليش تمن اشخاص. تمام? ده اللي انا عايز اقوله لكم. انه لو الطيران في بيجيب لك اخر حاجة سبعة يبقى سبعة اشخاص بس تقدر تجيب. وشوفوا متاح ويمكن ارخص لاني في دبي ارخص رحلة اساسا. يعني لو عملت سبعة تلاقي في دبي ممكن ارخص طبعا بغض نظر على التنازل في تمام? ارخص حاجة اصلا يعني بس لما وفيها تمن اشخاص متوفرين زي ما اخدناهم مثلا. بس طالما هو الطيران الطيران بتجيب سبع اماكن بس ما تقدرش تحط تمانية وتسعة. حالو? ما تقدرش. فانت لو عارف انه مع الخبرة برضو بتيجي يا اخوانا يعني. لو انت عارف انه في طيران في مش بيظهر الا اخر اخر سبعة آآ سبعة كراتي بس. نصيحة ما تعملش الانتر ده لو عارف انه ممكن الطيران ده بيكون ارخص دائما. يعني في دبي انا عارف ارخص اول حاجة على دبي السم الجزيرة مسلا. فانا ما حط سبعة اشخاص والجيش فلاي دبي ما استغربش. لما حط سبعة اشخاص. لانه في فانا لو ملقيتش الطيران ده واثق من الطيران ده ارخص حاجة ايام اصلا مسلا. لو عمك ستاشتاش ايه فزت مسلا زي كده. يبقى انا اغير بتاعتي النبر بتاعي او اشوفي. يعني لو فيهم اجرب اكتر من مرة واحط الانتري واشوفها يجيب الفلاي دبي هي ارخص ولا لا بالشكل ده. تمام? بس دي معلومة برضو زيادة انه انا لو لو ما جبش معي يبقى اغير ايه? خليها ستة خليها خمسة الاخلية اربعة او انا اشوف بس الاول واشوف اخره كام? لو اخره سبعة زي ما احنا بنقول هيبقى كده ايه? اخرج سبعة من فاش تعمل تمانية على على باستخدام دي. طيب ايه تاني بعد كده? عندي كبير وراضيع وطفل التلاتة مع بعض. هنعمل اف ايكس دي اتنين طبعا قلنا اتنين دولار. كده علشان عندي ليه مكان الادلت ليه ما كان الانفنت ملهوش. طيب كبير وراضيع وطفل. هنا طبعا سلاش باكس هنا واحد للكبير. والطفل ما بحط لهوش ما كان ما بحط لهوش اي حاجة بعده. سلاش انفنت سلاش واحد اللي هي واحد للانفنت. يعني بحط باكس سلاش وان دي عشان واحد ادلت. ار سي اتش يعني ممكن اخلي اتنين ادلت هنا مسلا. بس ازود هنا تلاتة. اخلي اربعة ادلت بس اخلي دي كده خمسة. ان انا عايز اربعة ادلت واحدة على حسب عدد الاشخاص اللي هعملهم بعدين. احطهم بتاعهم هنا الاول. وبعد كده ازبطهم هنا. واحد اتنين كده. تمام? طيب. هنا هناخد بتاعنا طبعا. تمام? وهنشوف بتاعنا هيديني ايه? كده زهر كله مع بعضه. تمام? برضو جيب لي الكلم ارخص حاجة. حال? طبعا هنا ايه? خلينا نشوف هنا اول حاجة. سي اتش دي طبعا بتزهر اول حاجة. ادي تيل ادلت والانفنت اخر حاجة. ده توتل الفعل للتلات اشخاص في الرحلة دي. للتلات اماكن. جيب لي توتل البسنجر برضو تلاتة. لان انا ممكن عندي اتنين طفل واتنين رضيع. كده اتنين اربعة وواحد خمسة. توتل السعر لكم شخص? لتلات اشخاص وليس تلات اماكن. لاحظوا في حتة دي. مش تلات اماكن. تلات اشخاص تلات انواع كتجري عندي واحد واحد اتنين تلاتة تلات اشخاص كده عندي. لانو الانفنت مازال شخص. بياخد رقم تذكرة برضو. بس مش كرسي. هو بيجيب لي تلات اشخاص مسافرين. كديهم كرسي ملهمش هو بيعد لتلات اشخاص توتل الاشخاص حتى لو رضيعنا بيعدهم لمعاهم. تمام? هنا برضو نفس الانتري بس نركز في دي بقى ايه? نركز في دي شوية او نفهمها اكثر. هنا هعمل نفس الانتري هات بتاعتي مسلا افكس دي تو ادلت سلاش ديت اه تولتها عشرين ديسمبر سيبه وكذا كذا كذا كذا. طيب. هنا دي اللي حي اسمها ماكسمم بيرميتد تايم. ايه هنفضل احط دي عشان تجيب لي الرحلة المزبوطة مية بالمية. بس افضل بس تخديمها اصلا دايما في ايه? في انه يزهر اللي الرحلات الطويلة على السيستم اللي ما بتزهرش اساسا. يعني هي اصلا ما بتزهرش الا بالانتري ده. وهنشوف ازاي. الرحلات دي بتكون موجودة اخوانا. تمام بس ما تزهر لكش كارخص حاجة. مع ان هي ارخص حاجة اصلا. بس لازم تعمل ايه? تطلبها انت بنفسك. تحط الريكويست دا. في مقطرات معينة بتحط دا فيها. تمام? اللي هي دي هتزهر لاخرى ارخص الرحلات اللي ترانزيتها طويل. انا عايز الرحلات اللي ترانزيتها طويل. جدا الاول. دي كده هتزهرها لرحث الكلمة الاول. ارخص مش ارخص دي ممكن تزهرها للاول حتى لو هي اغلى. ممكن تزهرها للواحدة وحتى لو هي اغلى الرحلت دي. تمام? بس هي عم�를 متن بيتور الارخص الطويل الاول يعني مسلا فيه اتناشر ساعة ده ما بيزهرش اصلا عندك مسلا. ممكن في الترانزيت بس تلات اربع ساعات بس الاحلة بتكون واصلة ابو ظاب اليوم بس هم بالليل تقطير الفجر. ده لما جاء التاريخي جيد احيانا بتزهرش على السيستم عندك. وعنى ترانزيتها معداش التمن ساعات. يعني اللي هي التسعة وتسعين في المية بتزهرش عندك الترانزيتها تمن ساعات ودجيجة. وفوق ممكن ما تجيشه تمنجيش الا بالانتري ده. بس الستة والسابعة والخمسة المفروض تيجي بس برضو ما بيجي بتزهرش احيانا لك لانه تكون بالترانزيت النهاردة واصل النهاردة بالليل وهيطلير تاني يوم الفجر. وترانزيت اربعة ساعات خمس ساعات برضو احيانا بتزهرش بالفكس دي. فالانتري ده ضروري جدا 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 جدا. على سبيل المسال. انا لو خدت الانتري ده الواحده من غير ولا حاجة. فكس دي كويت. ديت عشرين ديسمبر رايح وسبعة وعشرين ديناير جاي لمطار سيبه. تمام? انا فان انتر. تمام? دايما الكوبي بياخد. كده اجلي ايه? كده مفيش سعر مش الانتري غلط. لا الانتري موجود وزي الفول. بس غلط. هضيف عليه سوري. الانتري مزبوط. بس مفيش رحلات. مش الانتري غلط. طبعا انا في الكويت اكيد عارف انه مفيش كويت سيبه من هنا او مفيش حتى ترانزيت واحد الا بسيط برضو رحلات بسيطة. فالمهم انه ايه? انا لما اعمل الانتري ده داني السعر. مليش مقدم نظر عن السعر كام. العامل عايزه عايزه مش عايزه خلاص مش مشكلة. بس لو نلاحظ انه داني السعر. هنا بيقول ليه مفيش سعر. طب ليه لما حقيت طبعا ممكن ما يكونش فيه فعلا السعر حتى لو حقيت دي. الان بي تي. بس انا طرم حقيتها وجهة لسعر يبقى فيه احلات موجودة متوصلة. بس صوروا شوفوا الترانزيت من اتناشر بالليل. للتمانية الصبح من اتناشر بالليل تاريخ طبعا اربعة وعشرين ديسمبر. تماما الاربعة وعشرين من تمانية بالليل. يعني من اتناشر للفجر لاتناشر الضهر لاتناشر ساعة لتمانية بالليل يعني حوالي عشرين ساعة ترانزيت. ما علينا من ده كله التفاصيل دي طبعا انت هتراعيها طبعا مع العميل الترانزيت هو الناسب مش يناسب بالشكل ده. تمام? طيب اه ايه تاني? اه رحلة برضو. منيلا دوحة. بعد كده من عشرة بالليل تسعة صبح اتناشر ساعة تانية. رحلة طويلة. احنا عايزين اصلا رحلات الطويلة. ممكن العميل يعني دي لو كويت منيلا بس. وفي منيلا هتاخد اربعة وعشرين ساعة. تمانية وربعين ساعة دي اصلا جزيتها في البنية. اللي هتاخد الرحلة دي مسلا. فمش مشكلة بالنسبة. او انا حتى رايح اصلا طالما معي رايح لداخل. لانه داخلي يعتبر كويت منيلا منيلا سيبو سيبو دي داخلي اصلا. يعني تابع دولة منيلا. انا حتى لو انا معاي فيزة منيلا وعايز انزل سيبو دي اخدها يومنا ترانزيت ما عندي فيش مشكلة. الديه للعامل. بس لازم نراعي فكرة الترانزيت دي في ايه? بقول لكم انا انا عنديش مشكلة عادية. انا ليه السعر انه ظهر. ده بس ده لا تفرج. انه هو الترانزيت الطويل ده ممكن العامل اللي ما يوافقش عليه. ممكن تيجي تاخده وتلازم تكلم الطيران تسأل العامل محتاج فيزة للوقت ده لو هو مش بلده. تمام? لكن لو بلده خلاص كده كده هو موافق على الترانزيت وقعد فيه والطيران بين دهولك مسموح لك بيه اصلا. بس الطيران ممكن يرفض يطلع الطيران لو هو يعني مش مواطن الدولة دي ورايحها ويحتاج فيزة عشان يجو قد في المطار ده كل. بس انا باتكلم كسعر فنيات الفيزة والما فيزة والكلام ده كله وقلناها في الدي ام جابلي كده في مراعاة الترانزيت. حلو. طب لما اعمل الانتري برضو. تمام? على اربعة وعشرين ديسمبر والعودة تمانية وعشرين ديسمبر. اه تمانية وعشرين يناير. غيرت غيرت التاريخ بس انا. يعني انا تعبت عشان اوصل للبتاع ده. بصوا برضو نفس الفكرة. طب لما اعمل سلاش سلاش ام بي تين. لو عملت الانتري من غير ام بي تي. تمام? بس من اربعة وعشرين تمانية وعشرين. انا بغير في التاريخ بس عشان اوصل لكم لانه مش كود المطارات بالشكل دي يعني مطارات معينة. هنا شايفين مدين ستمية وسبعتاشر دينار. ليه? ترانزيتها مع انه ترانزيت ست ساعات سبع ساعات فهمين? يعني برضو عشرة لتسعة برضو ترانزيت اتنشر ساعة. تمام برضو ترانزيتها دي طويل برضو بس اياً كان. هنا جدي مديني تلتة ستمية وسبعتاشر دينار. هل في ارخص من السعر ده? انا كده هطلب ارخص سعر موجود اصلا. مش بس مش بس اللي هو اطولة ترانزيت. هجيب لي ارخص سعر الاول وبعد كده من ثم اطولة ترانزيت. الانتري ده يختلف عن الباجين في ايه? انه بيديني كل الرحلات. بس بيظهر لي اولهم. اولهم. يعني لو حددت بيظهر لي فقط الديركت. لو حددت مسلا اه بيزنس بيظهر لي بس البيزنس. وليكن. مش هزهر لي البيزنس اذا لما حددهم. ده لما اعمل بس ده بيظهر لي الرحلات الجيدة اولا. نلاحظ كلمة اولا دي. انا حددت لكو كلمة اولا. يعني معنى كده انه فيما بعد هجيب لي. يعني رحلة اللي بستمائة دينار دي كل منزل لتحت عالقاطرية. لو نزلت لتحتها لاجيها. تمام? وهو السعر عمال يزيد معي ربعمية ربعمية وخمسين. مش بس الترانزيت الطويل. حتى الرحلات اللي هي كانت ترانزيتها هيا. هذه القاطرية ستمائة وسبع داشت دينار. حتى رحلات اللي كانت بس غالية في الاول. وترانزيتها اجل اه اجلب كتير اجل بجليل. بس المهم انه هيجيبها لي برضو. ده الفرج الفرج ما بين ام بي تي وما بين الانترهات التانية. ام بي تي بيجيب لي الترانزيت الطويل اولا. والارخص فيهم اصلا. وبعد كده بيجيب لي باقي التفاصيل معنا. فدي يفضل نستخدمها دايما في انترهاتنا في حاجة زين. طيب هنا هنيجي عند الافكس دي دي ده 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 هنا بيقول لك جاك فازر جو بافكس دي الانتر بتاعي جاك فازر كيلو ديون فازر كين دي يعني. تمام? هنا اه ديت خمستاشر جون رايح خمستاشر جون سلاش هنا ما 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 جابليش الوجهة على اقول جال لي مسلا اه فرانكفورت او كايرو او ايه ان كان لا. جال لي استنى بقى انا اعمل سلاش ليه? عشان انا عايز يوصل في معاد معين. او يطير في معاد معين. فلنازم اعمل سلاش وحط تمام? اللي هي اه تايم دي بارشار زيرو تسعة اه اه زيرو تسعة اه تسعة اللي هي تسعة ونص الصبح رايح لكايرو مسلا. خلينا نجربها. طبعا دي بيزهر للرحلات بداية من او الرحلات الارخص اللي بيطير من الساعة تسعة وتلت تمام? وتوصل طبعا دي بداية برضو دي برضو لما استخدمه هجيب لي الرحلات من تسعة وفوق طبعا هجيب لي الرحلات اللي بعد تسعة. مش قبل تسعة مش هتلاقي رحلة الفجر فيه. تمام? مش هجيب لي رحلة الفجر. بس برضو هجيب لي اول حاجة اللي هو هجيبها لي اللي هي رحلات التسعة الصبح. اللي من تسعة الصبح اللي هي هتلاقي مسلا هنا المغربية. تمام? هتقير الساعة احداشر وخمسين الصبح. طبعا دي كان هيجيبها لي. تمام? المصرية بعدها. تمام هي كده كده ايه? ارخص شي اصلا رحلة الساعة احداشر الصبح على الترانزيت جايبها لي. هجيبها لي من الارخص للاغلى. تمام? بس برضو. حتى لو دي كانت اغلى كان هيجيب هدي الاول برضو لانو نطالب الساعة احداشر الصبح. نلاحظ الحتة دي. تمام? هنا برضو بوقت الوصول. نفس الفكرة يا سوري بوقت الاقلاع. هنحط تانجو الفا. الرايف. دي وقت الاقلاع ودي وقت الوصول. طيب هنا انا عايز كده ايه? احدد الطيران مسلا. احدد الطيران. هنحدد الطيران. حلو. هناخد نفس الانتري اعتبر بس انا جون فازر كندي وميامي. اف اكس دي خمستاشر اه ستة. رايح ميامي وراجع خمسة وعشرين ستة لجون فازر كندي. على ايه? على اي ال اي 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 او دي ال. على فكرة هنا. نمسح دي. انا عملت كده مسلا. اه اقدر اعملها طيران واحد. لا عندي طيرانين مسلا. حلو? عندي طيرانين مسلا. عايز اجيب عليهم. اقدر اعملها الطيرانين مفيش مش اللي عندي. طيران ايه دي ال. بس احط كمه زي ما قلت لكم الكومة دي بحطها. تمام? بعد كده يعني الانتريل الاساسي بتاعي ايه? الفا الفا مسلا امريكان ايرلاين. بس حقت الايه? فيه طيران تاني معا مش محتاج احطيها. هحط كمه بس ودي ال. حلو? هجيب لي امريكان ايرلاين ودي ال. مع بعض. حلو? هنا مسلا . هيجيب لي بس الامريكان ايرلاين والدي ال. ايا كانت مين فيه من الارخص بالشرط حق انت ال ايه اللي هيجيب لي الاول? لا. هيجيب لي ارخص حاي فيه. هيجيبها لي من الارخص till اغلى. تمام? ها الدي الد ال ال بتكون ارخص حيا الامريكان ال étantال ارخص حيا آآ في امريكا. هيسور اغلى اغلى طيران يعتبر في الداخل في امريكا. وانزل انزل ممكن لجي امريكان ايرلاين وممكن لجيش. بس انا عملت الانترين برح كان في امريكا كان في رحلات ليهم يعني بس ايا كان. هنا طبعا ايه? زي ما بقول لكم ممكن احق تسع طيران برضو. دي حقيت كومة وطيران تاني. هنا مسلا كايرو. رايح على طيران كايرو. النيل وعايز مسلا حقت الانترين معين بتاعي. وسلاسة شلاش رايح على طيران النيل وكويت ايروز وام اس عايز بس الطيران ده اللي يظهر لي. انا كده دايرك لو حطت دايرك تعتبر افضل لي. بس وليكن انا عايز كويت ايروز وام اس بس. ومصرية بس مسلا نحطهم عادي. بصوا لما حقيت كده. جاب لي ايه? جاب لي مية وعشرين مية وعشرين دينار. دي مصر اه ان بي. طب انا لو شلت الان بي انا لنا عارف انها ارخص واحدة فيهم اصلا. لو سلت الان بي وحقيت كيو ام اس جاب لي مية تاوربعين دينار. المصرية. تمام? هنا كان جاب لي النيل لان انا كنت محدد النيل فيهم. وهو كان ارخص واحد بالفعل. لما شلت النيل جاب لي ايه? جاب لي مصرية ولان انا نزلت تحتها لاجي طبعا بعدها ايه? جاب لمصرية انها ارخص من الكوهية كده. بس لان انا زلت تحتها هلاق統 كوهية بعديها مسال اممكن الاقيها في ها من مراجعش خالص لانها لو في المش هلاقيها. تمام? فلما انزل 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 هابس لاجيها ايه القوتية ايه? متين خمسة وستين اغلى. لو الكوهية ارخص كان جابة جاب لي في الاول. لان انا حددت الطيران دا وده مش اوده. لأ دوesh لتنين مع بعض بس ارخص فاها واحد في دي ما يزهر يعني ممكن تكون رحلة الاولى ارخص واحدة للمصر طيران رايح الصبح وراجع على العصر رحلة التانة الكويتية رايحة الفجر رايحة العصر وراجع على الفجر مسلا مسلا. تمام? هنا البحث عن ارخص طيران ما عدا. لحظوا كلمة ما عدا. كلمة ما عدا يعني انا عايز اي طيران اي طيران في العالم كله في لوجهة اللي انا عايزه دي في الدنيا. يعني اي طيران بيروح الوجهة دي تاريخ خمستاشر ستة لميامي راجع من ميامي لجون فازركندي تاريخ خمسة وعشرين ستة اي طيران يظهره لي معدد دلتا هنعمل ونحطه هايفن فاكرين اه لما قلنا معده الهايفن دي احيانا بتجي معده او من الى او او دي كده معده هعمل سلاس سلاش ايه دي اللي كده هجيب لي دلتا لكن هايفن دي معناها معدد دلتا شايفين لو شلنا الهايفن بس هيجيب لي الطيران اللي متوفر على طيران الدلتا اكيد مية بالمية لو هو موجود عليه رحلات هيجيبهولي هو المتوفر لان انا طالب الدلتا بس دلوقت جابهولي وفعلا هنا خمسة وتسعين اصلا دي كانت ارخص اللي هي الطيران ده دي برد تقريبا الطيران ده تمام لما الدلتا هنا طلع ارخص اللي هو ايه اللي هو اه سوري الدلتا اصلا اغلى منه تمام برضو ممكن نعمل كده برضو نخليه بدون طيران خالق زي ما انا عايز عايز احط تاريخ عايز لا انا عايزه سوري وقت وصول وقت بتاع بس اهم حاجة الرحلة الاساسي معايا قلنا الوجه اللي رايح من فين لفين معروفة المقطر اللي طلع منه المقطر اللي رايح منه قلنا التاريخ ده اساسي بعد كده اي حاجة اضافية عايز اضيفها اقدر اضيفها حلوة كده اهو جابل الرحلة دي الارخص تمام طيب في حاجة كده ايه مش مفهومة في حاجة مش ظهرة طيب كله تمام لحد كده نيجي ناخد احنا قلنا معانا لست قطاعات يعني من كويت كايرو كايرو باريس باريس فرانكفورد فرانكفورد مش عارفة تعالوا ناخد رحلة مع بعض تماما هجيبها على التليفون بس لحظة ناخد رحلة مع بعض زميل لينا بعدها لي على المسنجر كان بيقول ان هو عايز يعرف الرحلة دي يعني تبقى ازاي تمام او اللي هو يعني ليجيها طويلة بمعنى صح انا عندي الاول عميل عميل وزوجة وطفل ورديع مسافرين تمام احنا قلنا الانترا اهو عشان برضو بقى واضح الكلام الانترا اهو بتاع اهو لو انفنت رضيع وشايلد اهو تمام فانا دلوقت عايز ااخد الانفنت عايز اعمل نفس الانتر ده يعطبا بس الاكتر من وجهه شوفوا كمان طول طول يعني الانتر اللي هتدو لكم ده اطول جدا عايز ناخدهم واحدة واحدة انا عندي كم واحد عميل وزوجته وطفلة ورديعة يبقى عميل وزوجته وطفلة ورديعة كده تلاتة ورديعة تمام يبقى اعمل اف اكس دي تلاتة. تلاتة اشخاص. طيارين من فين? عايزين يروحوا. عايزين ارخص طبعا احنا بداولهم على ارخص حاجة كده. عايزين يروحوا عشرة ديسمبر. مسلا نخليها. خلاص عشرة ديسمبر ده راح. عشرين ديسمبر من القاهرة الى الرياض. يبدأ انا وجهتي من القاهرة تبدأ. سلاش ديت عشرين ديسمبر للرياض. اريو اتش. طبعا مع تغيير التاريخ. طيب. بعدين من القاهرة الى الرياض. وبعد كده ومن آآ وهيقعد في الرياض فترة. بعد كده من الرياض مسلا خليها ايه? خمسة وعشرين ديسمبر مسلا. حل? خمسة وعشرين ديسمبر. هيروح كده ايه? طبعا انا مش هعمل هايفين هايفين هنا. لان هو نفس المطار هيوصل من الرياض هيطير من الرياض. لكن لو من الرياض بغسل الرياض وبعد كده مسلا هايفين 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 على هايز يطير من دبي هاعمل دبي. لكن لو نفس المطار لاحظوا ان انا بعمل سلاش بس. لانه من القاهرة للرياض كده ومن الرياض هيروح مطار تاني. ايه المطار التاني? المطار التاني آآ القاهرة للرياض وهيوجد في الرياض فترة وهيتم وبعد كده من الرياض الى دبي. هنوبقت دي اكس بي organisms عشرين. بسوري خمسة وعشرين ديسمبر لدبي. وبعد كده من دبي لجدة هيرجع تاني مسلا عشرة ديت نحط عشرة يناير من دبي لجدة. تمام? وبعد كده في جدة هيقعد لحاد خمسة وعشرين يناير. بعد كده من جدة ديت خمسة وعشرين يناير هيرجع القاهرة تاني. ردة مية في المية مزبوط ليه? لانه مطلع من القاهرة راح للقاهرة. بس عارفين لو في فنصة حين دبي جدة جدة باريس ممكن مزبوطش معايا. يعني انا عملت كده من غير محدد اي تفاصيل كده. شايفين ادي وجهة من القاهرة اتنين تلاتة اربعة خمسة. الخمسة القاهرة ريع تاني. بس هو يطلع من القاهرة للدبي للرياض اول واحدة. تاني واحدة دبي. الرياض دبي ادي اتنين. الرياض جدة. اه دبي جدة عفوا ان ادي ثلاثة. اربعة القاهرة سوري دي. اعتبروا ما بنحسبهاش كده. لانه اريده هو هيوصل هنا الرياض. شوفوا جاب لي ايه? جاب لي على اولة هو. بتاعي ثلاثة. هادي هنا كذا 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 كذا. طيب. انا احدد لي بقى ايه اللي هو ايه على الطيران السعودي. يوجد انا كده عايز احدد سلاش سلاش اي اس في. انتر جابهولي. انا بده لكم واحدة واحدة كمثال. طب انا عايز مسلا اه على البيزنس. كابنت شارلي. حال? انا بعد الانتر بس بحط الزيادة. جابهولي كابنت شارلي. طيب الرضيق والانفنت والكلام ده واحدده ازاي? هيبقى عندي لحد كده ووجفنا. هيبقى سلاش باكس اللي هو الادلت. سلاش وان سلاش ار سي اتش دي سلاش اي 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 اف ستاش وان. هنعمل كده وهنشوف هيدينا ايه? شوفوا جاب ليه بقى? هنا قلنا احنا درام كلمة باكس دي. دي الادلت. خلاص بعد كده سلاش ار سي اتش دي. يعني كده انا عايز طفل. تمام? هنا وان انفنت عشان انفنت مرش مكان. جابهولي. جاب لي السعر بتاعه بالشكل ده. حلو? طيب انا لو محددت شوف التوتل كام? شوف التوتل كام والتوتل الراضيح كان مية واتماشر. انا اللي حصل معي الانتري اصلا ما جاب ليش. ما جاب ليش الانفنت حلو مزبوط. بس انا عايز اتجرب تاني معاكم دلوقتي هنا. من غير انفنت. ستمائة وخمسة واربعين. خمسة وخمسين. خمسمائة وستين. اه بصوا هنا ايا كان الرحلة دي هينفع انا ما ينفعش تمام? بس احنا عملناها. يعني انا ما ليش دخل انا عايز رحلة يعني في رحلة ترانزيتة اهي رياض جدة جدة دبي دبي جدة. فاهمين انا ما ليش فيه الكلام ده. بس الهم ان هو انا عايز الرحلة دي بالشكل ده. الرد هينفع ما ينفعش هينفع ياخده العميل ما ينفعش ده قصتاني. بس انا بتكلم انه اقدر يجيب ست قطاعات. هنا الرحلة المزبوطة بتاعتها. تمام? فكده ما فيش مشاكل في الانفين? الانفينت احيانا ما بيزر لي السعر اعلى احيانا بزيت على السفعدين انا جربته قبل كده وظهرت السعر اعلى وجاب لغلط فيه. بس كده تمام نقدر نعتمد وناخد تجريبا عن دول انا كلمتها تجريبا عن دلو عندي اهو. كده وصلت يا معا كده انا عندي ثلاثة اشخاص. رايحين قاهرة رياض رياض دبي دبي جدة جدة كايرو بعد كده. هل شوفوا كام كام حاجة? اي سلاش سلاش من المكة على اطول بس. بس لو رايحين من مطار لمطار لازم احط لكن نفس المطار مش محتاج احط بس. انو انا كده بفاهم ان انا واصل لدبي ومن دبي هروح جدة. مش محتاج لكن لو من دبي هقعد في دبي وبس بباس او بسيارة بعربية هروح لابو ظبي ومن ابو ظبي هاي على ال باس دي في النفس مش مش بتبانع السيستنم مش هم بتحطهش انت ع السيستنم. لكن هو لو رايح لدبي عامات انو جاي من ابو ظبي ابو ظبي في نفس دبي او في نفس الامارات. ساعة ساعة خمسة وربعين دي جيجا بينهم بهم بعض مسلا. تمام? وعايز يجي من ابو ظبي كده انا هعمل له هايفن هايفن ايو اتش. سلاش ديت كزا جدة ايو اتش. شابجة من ابو ظبي الجدة كده مسلا. لو انا هغير المدينة. لكن مش هغيرها كله سلاش 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 وربعة. تمام? كده زي اخواننا يعني اطمنى ان انا اكون لميت كل حاجة معاكم في الفيكس دي مفيش حاجة ما خليتاش في الفيكس دي. وكل حاجة خدناها كده. وكل حاجة تمام? واتمنى تشايروا الفيديو لصحابكم. واتمنى تتعملوا رايكة الفيديو. يعني توسعوا. تمام? الناس تولي الافادة للناس او نتوسع معا من زميلنا ومن الناس اللي عايزة معرفة ونوصل الفيديوهات للناس مع معرفنا وزميلنا. وصحابنا في كل العالم مش بس انا عندي واحد صاحبة لا لو اللي يقدر يشاير في فيس بوك يشاير في الانستجرام في تويتر في اي مكان يقدر الفايدة هتعم على الجميع. عاز اقول لكم نقطة صدقوني انا فيديوهاتي دي واحد بعتلي كان حي اسمها فلارك او فلكر حي زي كده تقريبا دموقرس سعودي. دخلت لجيت كورساتي كلها هناك. ناس مستفادة جدا. يعني انا معنا بعطلة بقول لحظتك دي الفيديوهات بتاعتي. يعني انا عايز اشوف اللي هو انت جبتها يعني خدتها من عندي تمام بدون واجهة حق بس نسيبها ليه هو. فكرة ان هو ما جيلش المكان ده اكاذا او او الصفحة يقول لا اواخدها من عندي وحظتها هناك. بس بس مش ناسي بالتعب لي وانا مش عايز حاجة. بس الفكرة انه ايه يعني الناس لما تعرف فنان ده مسلا غير ما تعرفوش خالص يعني على اجل لو ناسي بلي وحقق القناة مسلا وحقق التواصل الناس عايزة تسأل ان انا اواصق تسعة وتسعين في المية لو رد عليه لو حد سأله مش هيعرف ارد عليه في حاجة. فانا بس كنت كان الفكرة عندي يعني المواقع دي عنديها ناس وعنديها ناس وعنديها ناس بيها في السيستم وموظفين المواقع بتاعتهم جايبا احنا القناة بتاعتنا مفيش حد مستفاد منها كتير على فكرة الا البحط التلات اربعة تلاف اللي عندينا انا شايف انه تلات اربعة عشرة بالكتير اللي هم مستفادين وامتابعين معايا. فبعد يجب لكم بس انشروا الفيديو عشان ان الفايدة تقوموا. يعني الموقع ده مش عارف. هو حد بعتلي ايميل اللي جيتك على موقع كذا كذا. بس ما عارفش اكيد طبعا شايف من ده اولا انا بتكلم دك واس انه ده اعرف يوصل للقناة. بس يقول له مش هيوصل. بس انا ببص المشاهدات عنده. والفيديوهات جايبة الاف الكومنتات والبتاع استغربت انا انا قنات عايزة ارد على الناس دي بس انا ما عارفتش ادخل اسطل الموقع من جوه عشان اعمل الكومنتات عليهم. واجول لهم اخوانا لو عايز حاجة كزا كزا اخوانا ارد على ناس اللي بتسألوا اسطل. هلاجي ناس بتسألوا اسطل اهم هو ما عارفش يرد عليه. فصفحتنا الاساسية مش مش غالة زي بجين او الناس مش جايب. انا مش بتكلم على مشاهدات على فكر اولا الدولارات ولا الكلام ده لان اصلا لو اردكم المكسب بتاع اصلا خمسة دولار بجالها سنة. يعني مفيش اصلا مكسب عشرة انا بقول لكم لا انا مش بدور على مكسب. لو بدور على مكسب اصلا مش هعمل فيديوهات اساسا بالشكل ده. تمام? هعمل فيديوهات في اي مكان تاني هعملها بفلوس. يعني مش هعملها بمجاني بالشكل ده على يوتيوب. لان لو دورتوا هتلاقوا فيه في قنوات بتدي شروحات على حاجات معينة. ممكن انت لازم تدفع فلوس عشان تقدر تستفسر فقط. انت عشان تسأل السؤال اللي حضرتك بتسأل الناس بتدفع فلوس والله. انا ما عملهاش كده ده انا مش مش هدف ربح انا في فايدة للناس. فبعد انكم شايروا بس مش اكتر وشايروا الفيديو لاصحابكم وشكرا وشوفكم على خير ان شاء الله.